سباح الخير اليوم الأحد والشارع فاضي ونحن رايحين على بوخم رايحين نزور عائلة هناك أصدقائي يعني صديقات فبروح وبنقل لكم اللحظات هناك في بوخم طبعا أخدت معاي هدية بسيطة إن شاء الله بتعجبهم وبعد كده بنقعد هناك طول النهار وإن شاء الله بنقول لكم فلق اليوم اللي هو يوم الأحد اليوم طبعا المسافة ما بين ما بين بون ومدينة بوخم نحن رايحين على بوخم لأن العائلة هذي موجودة في بوخم خلوكم معاي لآخر الفيديو ونشوف إيش بنعمل في بوخم وكيف تكون رحلتنا هناك وكيف بيكون الفلق اليوم الأحد وتابعوني المسافة ما بين بون و بوخم ساعة يعني تقريبا 100 كيلو ما بين بون و بوخم طبعا هذه المدينة لأول مرة أنا أزورها والأول مرة بنقول لكم عن هذه المدينة فخلوكم معاي تقع بوخم في ولاية شمال الراين وطبعا في نوردهايم فيستفالن وتعتبر سادس أكبر مدينة في الولاية وتقع غرب ألمانيا يعني في ألمانيا الغربية وتعتبر بوخم من أكبر 20 مدينة في ألمانيا وفيها جامعة ترور وهي جامعة مشهورة في ألمانيا وحاليا يتم ناقشة بناء أوبرا في هذه المدينة الآن طبعا نحن وصلنا إلى العائلة اللي عزمت نحن وإن شاء الله بنوصل وإن شاء الله بندخل ونتعرف على المكان وإيش اللي حدث اليوم في هذا الفلق وصلنا بوخم وصلنا عند الجماعة اللي عازمين نحن طبعا وصلنا بعد ساعة سفر طبعا هذا الإطلالة حق البلكون شوفوا كيف المكان منظر حلو طبعا قدموا لنحن الشاي أول ما وصلنا هذا اللوز والبسكوت والحلويات بالإضافة إلى عصير الكركدة والليمون بالنعنع وطبعا أكتر شي عجبني هذا البسكوت بصراحة جدا لذيذ عبارة عن تمر وبسكوت وفيه سمسم يعني التمر منبرع وبسكوت شوفوا كيف شكله بسكوت والطبقات بالإضافة إلى التمر وسمسم بس الطريقة حلوة جدا شوفوا كيف صاير وطبعا الكركدة مع الورد المحمدي بالإضافة إلى الليمون والنعنع كان روعة جدا روعة خلى منظر العصير شوفوا كيف شكله فنان عبارة عن إيش هذا الكركدة مع ورد جوري شكله بان حلسة وصاير الكركدة معمول بطريقة أنه يطلع فيها صحي يعني كيف عملتي يعني أول شي بتغسلي الكركدة وبعدين بتغلي مي وبتترك المي اللي تفطر تصير فترة وبعدين بتنقع الكركدة فيها لحتى يحل وتقدر يتخذي الطعم الطيب منه وبعدين بتضيفي له الإضافات اللي أنت بتحبية ممكن بتحطي مع قرفة ممكن بتحطي شو أولغان القرفة غير لا في إيه لا اسم تاني لا قرفة قرفة ممكن بتحطي مثلا مع ماء الورد اي مسأنا حطيت معه ورد جوري اي شكرا وهذه غرفة الطعام وطبعا تقريبا كل شي جاهز والحين بوري لكم المطبخ داخل تعالوا شوفوا إيش حضروا لنا هذا الفتوش طبعا من الأشياء السلطات الفتوش طبعا يعتبر من أشهر السلطات اللبنانية الفتوش مشهورين فيه طبعا فيه بودبس الرمان حطين عليه قطعينه بشكل صغير يعني عادة طعمته في المطاعم شوية أكبر بس هذا لأنه مقطع بطريقة جدا حلوة بالإضافة إلى زيت الزيتون فطبعا أكيد 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 من ألد السلطات اللي دقتها شوفوا كيف تقطيعه بصراحة جدا مناسب وهذه الفطاير سبانخ وجبن ولحمة كمان هنا كما طبعا صينية الدجاج بالفرن شوفوا كيف شكلها والفطاير بصراحة شكلها روعة طلعناها بالفرن والآن بنقدمها فقط طاولة شوفوا كيف ما شاء الله عدة أنواع بالجبن والسبانخ وأنواع كترة وباللحمة كمان هنا طبعا الكبة شوفوا الكبة عاملينها قدها جاهزة وحطيناها في القلاية بما أننا بنرتب الطاولة بنحطها في صحن التقديم شوفوا كيف هذه الكبة اللبنانية لأنه طبعا نحن اليوم عند عائلة لبنانية هنا شوفوا عاملين لنا اليوم رز أبيض بجوز الهند بزبدة جوز الهند وهنا اللحمة اللي بيحطونها أو الدجاج اللي بيحطونها فوق الرز يعني وقت التقديم وهذه المكسرات المقلية اللي كمان بتحط فوق الرز وهذا خبز مقلي بالزعتر علشان الفتوش شوفوا كيف شكله بالإضافة إلى الحمص برضو جاهز قدوا على الطاولة شوفوا كيف مرتب شوفوا هذا الحمص عاملينه بطريقة جدا حلوة وحاطين فوقه نعناع وزعتر وتشكيلة حلوة بالإضافة إلى زيتون وبعد ما صارت المائدة جاهز تعالوا بروي لكم كيف صارت شوفوا بهذا الشكل هذا الخبز حق الفتوش جنب الفتوش وهذا طرطور شوفوا هذا الأبيض طرطور طرطور الفلافل بس ممكن اللبنانية بيأكلونه كمان مع الفتوش ممكن الواحد يأكله مع الفتوش وهذا صينية الدجاج بالفرن وهكذا صار والرز بعد ما حطوا عليه الدجاج والمكسرات المقلية شوفوا ما شاء الله هذه كانت غدانة اليوم وعزومتنا عند العائلة اللبنانية وبعد كده جلسنا في البلكون وشربنا الشاي والقهوة وتقاوينة وبعد ما خلصنا واستانسنا روحنا على مدينة بون طبعا هذه نحن طالعين طلعنا تقريبا على الساعة ستة المساء وطبعا سبعة ونحن قد نحن في بون ومثل ما تشوفون هذا طريق الخروج طريق المروح يعني وهذه بعض المباني الموجودة في بوخو ان شاء الله يكون عجبكم الفلوق اليوم يوم الأحد يوم إجازتنا وفي الأخير استبدعكم الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وعمل لايك إذا عجبكم الفيديو وشيروه مع الأصدقاء وانتظروني في فيديو قادم إن شاء الله وفي الأخير أقول لكم تشوز